ازيد من مئة شخص يمثلون قبائل ليبيا استطاع خلال اجتماع القاهرة التوافق على تشكيل مجلس تمثلي تحت اسم مجلس القبائل الليبيا هدفه توحيد جهودها للتوصل الى حل للنزاح في ليبيا وتقديم دعم شعبي للشرحية الدولية المتمثلة في حكومة طبرق المعترف بها دوليا في البيان الختامي للاجتماع الذي حضره ايضا رئيس الحكومة المصرية والامن العام لجامحة الدول العربية تم الاعلان عن رفض اي حوار مع اي تنظيم ارهابي في اشارة ضمنية الى تحالفات ميليشيات فجر ليبيا المسيطر على ترابلوس والذي شكل حكومة وبرلمانا موازيين كما تمت الدعوة الى رفع حظر تسليح عن الجيش الوطني الليبي ودعمها مده بالسلاح يضمن امن الوطن وحرية مواطنيه ويقضي على الارهاب فكرا وسلوكا ويحقق وحدة القوة التي تختفي في وجودها كل المظاهر المسلحة غير الشرعية بهذا الاجتماع تكون القبائل الليبية حسب مسؤولين قد مثلت حلا بديلا للأحزاب السياسية الليبية التي فشلت حتى الان في التوصل الى حل يرضي الاطراف المتصارحة نحن نعتبر النتيجة الاولى هي جلوس الليبيين مع بعضهم وقدرتهم على ان يضعوا على طاولة الحوار والنقاش كل القضايا التي تهم الوطن وبدأوا يبحثون بعقل جماعي عن امكانية حلحلة هذه الامور ووضع بعض الحلول التي يرونها كفيلة بخراج البلد من ازمته الحالية البيان الختامي جاء بعد ارباحة ايام من الاجتماعات في القاهرة بحضور مشاركين غالبيتهم تنتمي الى معسكر الحكومة الليبية في طبرق شرق ليبيا المعترف بها دوليا والتي تحظى بدعم الجارة مصر مصر المتخوفة من تعرض حدودها الغربية لخطر المسلحين ممن يحتلون القسم الشرقي من ليبيا وهو ما قد يجرها الى فتح جبهة ثانكة في وقت يصارع فيه الجيش المصري في سيناء تنظيم انصار بيت المقدس المتطرف